السلام عليكم مشاهدين الكيران كديري اللبس عليكم كل شي بخير فانتمنى تكونوا بخير ان شاء الله واليوم انا جيتكم بواحد الوصفة غانخرجوا شوية من الطياد وغاندخلوا الوصفات ديال اللي يدينا معدة بعرفته الصهد وشمش كتحرق الجلدي الانسان هانعطاكم واحد الوصفة ديال العطار الفاسي والصابون البلدي بالنسبة ليدين ييدين ورجلين وكل شي كتحيد ديك الجلدة الميتة وكتعطي روطوبة وكتحسي بيد ديك مقايا وزوانين ومن بعد غنعطاكم واحد الوصفة ديال اللي وجهتها هي بالعسل الحر والحليب ونشا لذا كما قلت لكم هنا قدرنا الصابون البلدي قدرنا معاه العكار الفاسي وكان معكوه مزيان كما كتشوفو كان معكوه مزيان وكانزيدو عليه واحد شوية ديال مورد كما كتشوفو مورد وكانتمنى تجربوا هاد الوصفة اراها زوينة زوينة بزيال اللي بغا تدير هاتا لوجهها ارا ما كتقطر لعلى وجه لعلى تاشي حاجة تديرها وتمشي الحمام ديرها واحد ربع ساعة ومن بعدها تمشي الحمام كما كتشوفو هانتوما هانتوما لكي باليكم هنبقاونا عاركو نعاركو 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 تكي ولي بحل الكريمة وراك عارفين انتم هاد المواد كلها زوينة زوينة بالنسبة لوجه هالوجه نستعملوها الان هذا هنجرب هالي كونفيد ديال باش تشوفوها باش ما نطولش عليكم انا غنوريكم مكتاش انتم مكتش كتشوفو وكنبداو نعاركو في الدينة بحل الكا بحل الك انا كنجرب لكم مع انا كنخرج في الشمش بزيار ما بين دجاج وما بين هذا كي تحرق لي شوية لحم ديالي انتم مكتش كتشوفو صيح يا زعماء ما شي شي حاجة نكون بدعو نعاركو زيان هادي من بعد ما نكونوا غن ندخلو الحمام كان عاركو زيان وراعافين نحنا كل شي عارف ذا نصابو البلدي كنديروه تفل الحمام هاد زايد عليها غير العتار الفاسي حالك كتشقيت عاركي وتخليه ينشف اي لكي بليكم تدي العتار الفاسي انتم مشوفو الفرق ما بين هادي حنسفال عتار الفاسي وهادي بقى ما فيهاش كتشقيت حقي الحالكي هانا وريتكم في الدية ومن بعد ما غن نغسلها وغتشوفوها هتشوفو يدية كي غتكون هانا رجعت معاكم تاني لواحد الغصفة بخصوص لوجه كي ما كتشوفو انا باقى ما افصلتش لانا هادشي كنقولو لكم على الوقت اللي غتبغوا تدخلو الحمام واللي عندها البشرة حساسة من العسل تفادى ما تستعملوش لانا كينش واحد ما عندوش بحل دباء انا بشرتي قابلة العسل قابلة الحامض قابلة لكل شي اللي عندها البشرة حساسة ما تستعملش العسل تكتافي بالحليب وميزينه هانا تشوفو هادي بالنسبة الوجه هناخضو واحد شوية نص مع القاوكات ديال الحليب وكنزيدو عليها واحد شوية العسل كي ما كتشوفوها هو وهذا عسل حر وكنتقاو نعركوها بحل هك فكيدو بلينا مع الحليب كما كتشوفو اللي ما عنداش العسل الحر بدي ديال ميركاتو هنا عندهم العسل كلهم مزيان انا هاد العسل تجيبها من المغرية تحور وكننا اخذ واحد شوية ما يزينه انك تشوفو وكان عاود اللي عندها الحساسية من العسل ما تستعملوش تبير الحليب وميزينه بوحدهم هاي كنتم خلطتك تقول لي كريمة كريمة وكنو وضعوها ماسك على وجوهنا هاي كنتم خلطتك تشوفو هي شغانها يبدي هاد راوحها بحلقا هنا يجربها وغتشوف النتيجة عادة يمكن لها تديرها لوجهها كما كتشوفو بحلقا وكن بدوو نهزو وكندورو على الحلقا على وجوهنا يعني عير ما نساعدنيش الوقت باش غنبير جد امكون فوجهي ما في هات الشيحات هنا وانا دا بوريسكم هاد الوصفة هادي ومن بعد ان شاء الله واندوز معاكم ساني الخياطة نوريكم كسيوات نوريكم ردويات نوريكم بزافك حويش غيرك تكون يكون عندي التوب وغنوري معاكم كل شي هادشي غنتشارك معاكم كل شي هادشي اللي كان دير هانتم الحالة التفيل هانتم ما كيفاش كتشوفو من بعد ما غسلتي الدية هانتم ما كيفاش كتشوفو النتيجة اللي عطاني وهاد الوصفة هادي كتحضروا تديروها خمسة عشر يوم كل ما كتبغوا تدخلوا للحمام كتديروها لا بالنسبة اللي بديكم ولا بالنسبة لوجهكم هاد جوجو صفات اللي عطيتكم وكنتمنى تعجبكم وإلى عجباتكم ونالت ريدة دياركم ما تنسوش تشتشاركوا معنا في القناة وضغط على لعك